ترجمة نانسي قنقر بسم الله الرحمن الرحيم يعني احنا بقالنا تقريبا دلوقتي يمكن اسبوعين يعني يمكن من الحلقة اللي فاتت الاسبوع الماضي واحنا تقريبا بنتحرك حوالين مستوى 12 ألف يعني لو تذكوري حقيق احنا قلنا ان تحركنا حوالين المستوى ده الى حد ما امر جيد على اساس ان احنا مفترض لما بنقرب من مستوى مقاومة بهذه القوة ان احنا دايما بنتراجع لكن احنا عشان عاملين قيعان اعلى واحنا رايحين لمستوى 12 ألف نقطة فده الى حد ما بيشير على امكانية تجاوز هذا المستوى صحيح احنا تجاوزناه لكن تجاوزناه مش بقدر او ما قدرش اقول عليه يعني اختراق واضح عشان اعمل اختراق لمستوى 12 ألف نقطة اللي هو انا ما شفتوش من مارس عشرين ان انا اتجاوزه مثلا بـ 200-300 نقطة لكن مش اتجاوزه 40-50 نقطة وارجع اقفل تحت لكن بشكل عام الى حد ما وجودنا عند هذا المستوى الى امر طيب نوعا ما لكنه مش مؤشر على اننا ممكن نتجاوزه بسهولة يعني لكن ده مؤشر ان احنا هنقدر نتجاوزه لكن امتى دي طبعا في علم الغيب اضف الى ذلك ان التحرك العرضي للتجاري الدولي عليه دور اساسي في ان احنا مش قادرين نبعد عن هذا المستوى بعد التجاوز احنا قلنا الاسبوع اللي فات ان معظم الاسم القيادية تقريبا عند مستويات مقاومة او عندها مستويات مقاومة متوسطة الاجل سواء المجموعة المالية هرمز طلعت مصطفى نجح ان هو يعد التسعة العز الحديد البنك التجاري الدولي فبدون البنك التجاري الدولي وبرضو الى حد ما فوري بدأ يتحرك نسبيا فبدون البنك التجاري الدولي مش هنقدر نبعد عن المنطقة دي بشكل واضح او بشكل سيجنيفكنت يعني على الجانب الاخر مؤشر السبعين الحقيقة من بعد ما بدأ يحصل فيه العمليات جاني الارباح القرية اللي احنا شفناها وهو ماشي تقريبا بالزبط زي ما توقعنا على مدار الاسابيع الماضية طلع عمل الكوريكشن الاولاني وبعدين بدأ يعمل البي بتاعة الكوريكشن ثم بدأ يعمل السي واحنا قلنا الاسبوع اللي فات ان منطقة ما بين 2370 الى 2500 قد يبتدي يظهر فيها او تظهر فيها مرة تانية عودة الضغوط الباعية هي بدأت تظهر من قبل كده الحقيقة ده اندل على شيء فانما يدل على الضعف اللي موجود في مؤشر السبعين وفي اسهمه وده واضح تماما من السيولة اللي خرجت منه بشكل كبير وبعضها بدأ عفوا يتوجه ليه مؤشر التلاتين بشكل بسيط لكن بصفة عامة واضح تماما ان السيولة اللي خرجت من الاجي ايك سبعين لها تأثير كبير قوي فالاسهم بتاعته احنا شفنا اسهم اللي رقتها رجعت من 70 جنيه و80 جنيه و60 جنيه ووصلت الى العشرة والاثناشر اقصى التصحيح بتعمله 3 جنيه و4 جنيه طبعا ده كلام مش منطقي يعني لو ده تصحيح حقيقي ممكن نشوف 40% 50% فوق طيب خلينا يعني نعطي السوق المزيد من الوقت ونشوف معك بعض الاخبار شركة كيمة يعني خلينا اخذها معك كم مثال الشركة تعلن عن انها توقع مع مجموعة من البنوك المقرضة عملية هيكلة بتشمل تأجيل سداد وايضا تخفض اسعار فائدة الحقيقة انا تفاجأت بما توصلت له الشركة من اتفاق والامر جيد جدا بالنسبة لتخفض اسعار الفائدة كم ممكن سمعة الشركة تفيدها في هذه المواقف وانت تعلم جيدا ان شركة حققت ارباح ولكن عملية اعادة النظر في طبيعة القروض مع المقرضين امر هام جدا الاستجابة سيد ايهاب هل تأتي لي شركة دون الاخرى بحسب سمعتها فعلا في السوق وبالتالي سنسمع قريبا عن الشركات اللي ما تزال تتأثر بجائحة كورونا وتحتاج فعلا اعطاء المزيد من الوقت والمهلة لا هي الفكرة ان هي التوقيت اللي اتعمل فيه الخروض دي قد يكون يعني شابه بعض الازمات بشكل عام في الدولة فبالتالي الارقام اللي كانت معتمدة على الوضع العام ساعتها كانت ممكن يبقى فيها نوع من المبلغة طبعا مش مسألة سهلة ابدا ان اي شركة في الدنيا تروح للمقرض بتاعها وتقوله يلا نعدل سعر الفايدة اكيد الامر ما بيبقاش بالسهولة دي وإلا كان كل الناس عملت كده وبيبقى فيه طبعا يعني لإسم الشركة والقدرتها على السداد والتاريخها معاهم بتبقى الى حد ما يعني نوع من بيزود ميزانها شوية عندهم لكن برضو يعني خلينا اقول ان ده مش امر طبيعي ده امر استثنائي تماما زي ما حقيق اشارتي ان هو مش طبيعي امدا انه يحصل ان بعد ما القرد يمتد الى بعض بضعة سنوات ان انا اجل مهاردة اغير سعر الفايدة الا لو كان في مشكلة بتعاني منها زي مع عادة الجدولة مثلا الشركات لما بتعمل عادة جدولة لما بيحصل عندها نوع من الازمات الداخلية لكن انا ما عنديش تفاصيل بصراحة عن الموضوع وانا مش عن شركة كيمة انا بتكلم انا حتى في سؤالي في بداية سيديها بذكرت ان هذا نموذج ممكن حنشوفه متكرر انا متفاهم نعم طيب خلينا انتقل معك طيب لعامري جروب وبرضو مش عن الشركة نفسها بتحدث عن امر احنا شفناه في اسواق كتير مثلا خلينا اقولك في السعودية موضوع اعدام جزء من اسهم الخزينة وعندها في اغراض من هذا الموضوع هل سنسمع قريبا ايضا عن اللجوء لاما تخفيض رأس المال من اجل اطفاء خسار ثم زيادة رأس المال هل ممكن نشوف ايضا اعدام اسهم خزينة لأسباب معينة تخفيض رأس المال لأسباب معينة تفضل لا هي في عندنا هنا القانون بيقول ان لمدة عام كامل الشركة ما تقدرش تحتفظ باسهم الخزينة الاكتر من كده فهي الشركة كانت من حوالي سنة تقريبا اعلنت عن شراء اسهم خزينة وكانت اشترت مجموعة من هذه الاسهم فبالتالي لما بتنتهي الفترة بتلجأ الشركة لي اعدام هذه الاسهم يعني هو اجراء يعني وقتي اجراء طبيعي تماما يعني ما فيوش اي حاجة لكن بصفة عامة طبعا اي اعدام لأسهم خزينة او شراء الشركة لأسهم خزينة ومنسمى اعدامها ده بيرفع من قيمة السهم بالنسبة للشركة على اعتبار انه بيرفع من حصته فمما لا شك فيه ان حامل السهم حيستفيد لكن كأثر على اداء السهم زي ما شفنا كده السهم كان بيتراجع ما كانش فيه اثر ايجابي اوي يعني للخبر لان زي ما قلت حياتك ده امر طبيعي وهو السهم يمكن يعني اداءه زي بقية السوق لحد ما تحت حركة الجنيه بقاله فترة طويلة فبالتالي ما كانش له اثر ايجابي لان زي ما قلت ده حركة او امر طبيعي بيحصل لما بتنتهي فترة السنة في السوق المصري قد تحدث بشكل او باخر في اسواق اخرى لكن في السوق المصري ده المتعارف عليه خلني ارجع لتحليلك في بداية اللقاء سيد ايهاب حول انه انت ما تطلقش كلمة تصحيح الا لما يعطيني مستوى معين السهم ولا المؤشر ارجع لهذه القراءة معك لانه بصراحة انتبهت لها شوي بدي اركز فيها شوي المستويات اللي ممكن اقول انه انتهيت من تصحيح او انه داخل السوق في تصحيح لا يعني خلينا هنا بقى نفصل ما بين المؤشرين يعني لان احنا عندنا مواشر ايجي اكس 30 ده سوق ومواشر ايجي اكس 70 ده سوق 100% فاليجي اكس 30 بيتحرك في حركة عرضية بقى له سنين فبالتالي الحركة العرضية دي تحت مستوى 12 الف نقطة فده ما لهش علاقة بالتصحيح ده هو بس مجرد انه يتجاوز ال 12 الف نقطة يعني ربنا هيبقى كرمنا اخر كرم لو رحنا ال 12 300 ولا حاجة فالمؤشر بيعبر بشكل واقعي وحقيقي عن ان البورصة المصرية ما فيهاش اسهم من الاخر يعني فده بالنسبة ال ايجي اكس 30 بالنسبة ال ايجي اكس 70 نظرا لان البورصة المصرية ما فيهاش اسهم ولان ما فيش بضاعة فالسيولة كلها الكتير اللي كانت موجودة على مدار السنتين اللي فاتوا نتيجة موضوع الكورونا ودخول سيولة جديدة جدا في الاسواق كلها على مستوى العالم توجهت للأسهم المضاربية في ال ايجي اكس 70 فده دفعوا لمستوى التاريخية ومضاربات حادة جدا جدا طبيعي جدا بعد نهاية هذه المضاربات انه بيحصل تصحيح او بيحصل العودة للمنطقة او العودة للمين يعني العودة للطبيعي للأسعار المنطقية بتاعت هذه الأسهم فلما بترجع الأسعار يعني سهم مثلا ب20 جنيه وصل الى 100 جنيه لما بيحصل فيه تراجع حاد جدا من 100 الى 40 لازم يعمل حاجة اسمها تصحيح سعري لفوق تصحيح ده بيبناتج من يعني أسباب كتيرة طبعا لمجل ذكرها يعني لكن التصحيح ده لأعلى بيدي فرصة غالبا للناس اللي محبوسة في الأسعار العالية ان هي تقدر تتخرج لأن الأسهم اللي من هذا النوع الحقيقة مشكلتها بتنحصر في انها ممكن تختفي بعد كده انا مش بخوف حد لكن هو دايما عندنا مبدأ عام يقولك ان الأسهم الجيدة دائما تعود لكن فيه أسهم قد تختفي يعني ممكن مشوفهاش تاني فعلشان كده دايما بننصح في الأمور اللي زي دي لما السوق يعمل التصحيح زي اللي احنا بنمر بيه دلوقتي في مؤشر السبعين وبنقول انه ممكن يقرب من الـ 2400 نقطة ان استغلال الحركة دي في البيع أنا عازر الناس لأن زي ما قلت حياتك فيه أسهم ده عملتش أصلا تصحيح يعني سهل من نازل من 70 جنيه وصل لعشر جنيه لما يطلع لـ 16 جنيه ولـ 17 جنيه ده ما عملش تصحيح على الأقل يعمل 30 جنيه مثلا فالناس حتى مش عارفة تعمل ايه في الظروف اللي احنا فيها دي بساطا انه مفيش حتى محفزات مفيش أخبار إيجامية مفيش مضاربات مفيش سيولة تقدر تدفع السوق على استمرار الصعوبة وانا اشكرك يا ضيفي من القهر سيد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية السابقة اشتركوا في القناة